نفذت المقاتلات الأمريكية عدة عمليات جوية في اليمن أسفرت بحسب بيان الييش الأمريكي عن سقوط سبعة قتلى من القاعدة وقالت مصادر محلية إن طائرة من دون طيار وثانية عمودية وأخرى أباته حلقت في سماء منطقة الختلى بمديرية الجوبة في مارب وشنت قصفا جويا مكثفا على عدة منازل يعتقد أنها تابعة لعناصر تنظيم القاعدة القيادة العسكرية المركزية الأمريكية أكدت في بيان لها مقتل عناصر القاعدة بذخائر دقيقة التوجيه فيما أفادت مصادر أمريكية عن معرفة مواقع سرية جديدة للقاعدة وعدم وجود خسائر في صفوف القوات الأمريكية ليست هذه هي العملية الأمريكية الأولى منذ صعود الرئيس الأمريكي دولاند ترامب للسلطة فقد كثفت الإدارة الأمريكية الجديدة هجماتها الجوية والبرية على ما تسميه الأهداف المفترضة لتنظيم القاعدة في اليمن حيث نفذت واشنطن أكثر من سبعين ضربة عسكرية ضد القاعدة منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي تركزت أغلبها في محافظة البيضاء المحافظة التي تمت فيها عملية إنزال ضخمة في الثامن والعشرين من ينائر الماضي تأتي هذه العمليات الأمريكية في إطار توجه أمريكي يوسع من نطاق تدخلاته الجوية والبرية ضد القاعدة في موازات الدعم الدبلوماسي للشرعية ضد ميليشيا الحوثي وهو ما يفسر إشارة بيان القيادة المركزية الأمريكية إلى وجود دعم لوجستي من الحكومة اليمنية للعمليات الأمريكية الأخيرة ترجمة نانسي قنقر